عشر نصائح لمحاربة الإمساك يؤثر الإمساك سواء كان عرضيا أو مستمرا على واحد من كل أربعة أشخاص ويؤثر على النساء في تمانين منها من الحالات يمكننا التحدث عن الإمساك عندما يكون البراز صلبا وجافا ويصعب إخلاؤه بشكل عام يتم تشخيص هذا عند أقل من ثلاث حركات للأمعاء في الأسبوع غالبا ما ينتج عنه انتفاق وآلم معوي ولكن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة اكتشف عشر نصائح لمحاربته أولا بذور الكتان تحتوي بذور الكتان على مادة تسمى الصمغ تتقون من السكريات وتتضخم عند ملامسة الماء وتنتج مادة اللذيذة تسبه الجيلاتين وهو ما يفسر تأثيره الملين له فعالية في علاج الإمساك العابر ما عليك سوى إضافتها إلى صصة التفاح والحليب والمسلين والشوفان وغيرها ثانيا اشرب الكثير من الماء بشكل عام يوصى بشرب 2 إلى 3 لترات من الماء يوميا ولكن يتم تناول جزء جيد من الطعام في حالة الإمساك من الأفضل يشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا ويفضل شربه بين الوجبات المياه المعدنية الغنية بالمانغنيزيوم لها تأثير ملين خفيف ويجب تفضيلها ثالثا تناول برقوق البرقوق له عمل ملين ملحوظ ترتبط هذه الخاصية بوجود ديدروكس فينزاتين وهي مادة ملينة تحفز التمعوج تقلصة على ماء السوربيتول وهو نوع من السكر يحتويه سيساعدك أيضا بالإضافة إلى ذلك مثل الفواكه المجففة الأخرى يحتوي البرقوق على الألياف الغذائية المفيدة أيضا في علاج الإمساك رابعا ممارسة الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع هي طريقة جيدة جدا لتحفيز عضلات البطن وتقوية حزام البطن لمنع الإمساك بفضل الرياضة تكون معظم أنشطة القلب والأوعية الدموية والتحمل فعالة كالمشي والجري والسباحة أو ركوب الدراجات خامسا تناول أطعم الغنية بالألياف تحتوي جميع الأطعمات النباتية على الألياف الغذائية على عكس تلك التي من أصل حيواني هناك ألياف قابلة للدوبن والتي تشكل المواد الهلامية اللازجة التي تلامس الماء والألياف غير قابلة للدوبن التي لديها قدرة الاحتفاظ بالماء هذا النوعان من الألياف مفيدان في مكافحة الإمساك الأطعم التي تحتوي على أكثر من البقوليات البازيلاء والفول والعداس وما إلى ذلك والحبوب والخشوف سادسا اختر السليليوم السليليوم هو نوع من أنواع لسان الحامل بولانتاغو أصله من الهند الألياف التي يحتوي عليها لها خاصية امتصاص عدة أضعاف وزنها في ألماء في ألماء تشكل جيلا مما يزيد من وزن البوراز في حالة الإمساك نقع لمدة 10 دقائق 10 جرامات من السليوم في 100 ميلي لتر من الماء الدافئ اشرب على الفور لمنع المزيج من تكاتف والتولور سابعا لا تبخل من المهم عدم التراجع عند الشعور بالحاجة بما أنه ليس من السهل دائما عندما لا يكون لديك وقت ولا المراحيد يكتفي تتقيف أمعك بالذهب إلى المراحيد في أوقات محددة اجعل من عادتك الذهب إلى هناك بعد نصف ساعات من تناول الوجبة مع أخذ الوقت لازم إذا كنت تواجه مشكلة فلا تحاول بشدة وإعادة المحاولة لاحقا ثامنا استخدم نخالة الشوفان احتوي الشوفان على كمية كبيرة من الألياف القابلة للدوابان وغير القابلة للدوابان مما يعطيها تأثيرات إيجابية على الجهاز الهضمي تزيد الألياف من حجم وعاء الطعام وتغير اتساق البراز هذا يعزز تداولها في العبور لاستهلاك أضف نخالة الشوفان إلى الزبادي كامبورد الفاكية مستحضرات الخبز الفطائر الكعك تاسعا اختر الحساء والمرق إن استهلاك الخضروات على شكل مرق أو حساء يقوي إمداداتها الطبيعية من المياه لذلك يعد بدء الوجبة بحساء الخضار عادة ممتازة لمكافحة الإمساك وزيادة السعرات الحرارية سيكون الحساء الغني بقطع صغير من الخضروات أكثر فعالية الخضروات التي تمر عبر الطحون أو نفلتر أقل غنى بالألياف عشرا لا تنسى الفواكه الخوق والكيوي فواكه العاطفة والتوت والتوت الأسود التمار مليئة بالبكتين المعروفة بفوادها للإمساك هذه الألياف تنشط تنظيم العبور المعوي وتساعم في جودات النباتات البكتيرية عند الإمكان يجب أن يكل الجلد مسبقا لأنه يحتوي على معظم البكتين وبالمثل بعد الضغط على الفاكهة لاستخراج العصير فإن الأمثل هو إضافة اللب إلى العصير الذي تم الحصول عليه